موسيقى حول مصار القضية ومال جديد وان شاء الله يارب اليوم محمد بغلابي روح الاهل والدار سالما كل نتيقة في القضاء التونسي مواضيع اخرى عديدة ايضا بشنا نترقلها بشنا نحكي على المجلس الوطني للجهات والاقاليم اللي البارح خرج الامر الرئاسي اللي يدعوه الى الاجتماع يوم 19 افريل ان شاء الله بشتكون اولى الجلسات والضوابة اللي تحدد الجلسة الاولى الافتداحية وكل بشنا نحكي عليها خرج البرح المرسوم وصدر الامر بنشره في الرأد الرسمي ايضا مشتعيوه لملتقاء الزيتون بساحلين في دورته الرابعة دورة الشيخ مختار السلامي مفتي الجمهورية السابق اضافة الى عديد المواضيع الاخرى اليومية اللي تهم شارع التونسي والمواطن التونسي لكن اقبل هذا كل خلينا نمشي ونشوفو حالة التقس اليوم الميتيو اليوم معنا صحب عابرة على كامل البلاد تكون احيانا كثيفة بالشمال والوسط مع بعض الامطار متفرقة بالوسط الغربي ليلا الرياح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل ومعتدلة فقوية نسبيا داخل البلاد البحر هائش بالشمال وشديد الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل تتراوح الحالة القصوى اليوم مبين 17 و22 درجة بالشمال وبالمرتفعات ومبين 24 و30 درجة ببقية المناطق بقية تفاصيل ترقوها في الموقع الرسمي للمعهد الوطني لرس جاوي هذه الميتيو لليوم الميتيو بربي خنعلق بكلمة وزيدة توسية لوليداتنا وصغيراتنا وخاصة تنامدك في الكوليج وفي المدارس نتجنبو ما نبقاش تحت الجر ما نبقاش في البلايس اللي فيها اللي بانو هذوكم الكبار في بلسيتير وإلا نبدو على البلايكرا مهم جدا الحوادث هذية تصير حوادث عرضية ما قالوا لهاش حتى حساب نبهدو على البلايس هذية خاصة زائق السواق سواق التاكسي والناس كل المستعملي الطريق زاد ردوا بيننا في خاصة المداخل متاع المناطق والمعتمديات ومن فماك الأشجار الكبيرة ونحاول نجنبو كل ما يسبب بيننا الخسائر البشرية والمادية وطريقة السلامة للجميع اختيو اختيوها شاء الله نهارك مزيد لناس كلنا نحن نخلقوا فاصل اقصير بنطلقوا شوية ساموكم شوية موزيكا وبعتلينا نمشيوا مباشرة لأولى مواضيعنا موسيقى